اهلا وسهلا بكم في برنامج عايشين معانا وحلقة جديدة معاكم دكتور احمد عبيدة اهلا وسهلا بحضرتكم هكلمكم النهاردة عن موضوع ناس كتير جدا بتحبه وناس كتير جدا بتهاجمه ونقول رأي الطب في ايه ونتكلم ونتناوله بالمنظور الطبي والمنظور المتعرف عليه بين الناس واللي مربين كلب او قط عملية التعقيم ان كان ذكر او نتاية في كتير جدا بيهاجمه ويقول لك حرام انا هخلي القط او الكلب بتاعي عمله عملية ليه ربنا خلقه كده وربنا اداله الطبيعة ديت فخليه بطبيعته وبراحته وبيستحرم عملية موضوع التعقيم ان كان ذكر ولا ينفخ كلب او قط وفي ناس تانية تقول لك لا والله انا دلوقتي هو قاعد معي في البيت ومسبب لي مشاكل واضرار فحاجة من الاتنين لا اخرجه واخليه في الشارع ومش هيقدر يعيش عشان ده مش متعودة على الشارع لا اضطر اعمله العملية وفي الوقت ده هقدر اتعايش معها سنميا ومش هيقدر يعمل لي اي مشاكل موسيقى نمسك الاول حاجتين نتكلم عليه اول حاجة نمسك القط الدكر لان هو بيسبب مشاكل كتير جدا وفي مشكلتين عندي بيعملهم دايما بصفة منتظمة اي نعم مش كل القطب بتعملها لكن موظم القطب بتعملها الا وهي تعليم المكان او الرش في المكان الرش في المكان او تعليم المكان ده عبارة عن افرازات بيبقى خارج من بروستات علشان بيحط علامة مميزة في الاماكن في الاريا اللي هو عايش فيها بحيس يقول لأي دكر تاني انا موجود هنا ودي مملكتي وده اللي هقدر ادفع عنه لو انت جيت تتجوز اي حد جيه في المنطقة دي هو طبعا مش عارف اللي هو عايش في بيت ممكن يكون دور عاشر ممكن يكون ما بيشوفش كنينة خالص لكن دي بهيفير موجود طبيعي جدا جدا في الحيوانات وده سلوك طبيعي ما نقدرش نقول عليه ليه بيعمل كده لان ده ربنا خلقه يعمل كده في الوقت ده طبعا بيبقى في ريحة جدا نفازة وريحة مميزة جدا لاي حد بيخش مش مربح حيواناته مش متعودة عن ريحة بتاعته اول ما يخش لك ايه الرحة دي ده القطة عامل حمام برا الليتر بتاعه وده طبعا طبيعي لان هو ما بيبقاش بقى عامل حمام هو بعحطة الريحة المميزة النفازة اللي بتقضي الغرض اللي هو يقول لك المنطقة دي بتاعتي طيب الحل في الوقت ده ممكن اجوزه الناس فاهمة لو اتجوز مرة هيبطل لا طبعا هو يتجوز على طول وممكن ما يبطلش مرة يعني زي ما يقول ايه زي الفيلم امرأة واحدة هلا تكفي فممكن يكتفي بزيجة واحدة ويبطل وممكن لا يحتاج اكتر من القنفة وعلى طول طول السنة طبعا المشكلة دي بتواجهنا في ناس يقول لك ما تخليه يتجوز عادي اولا اللي بتحكم في الجواز الانثى مش الضكر بمعنى الانثى هي اللي بتحكم في مدة الجواز وزمنه ووقته الضكر قادر انه يتجوز طول العام لكن الانثى هي اللي بتتجوز لما يبقى البوايدة بتاعتها جاهزة في اوقات محددة فقط لغير نقدر نرجع نقول ونوضح نقول اللي في الفترة دي تلازم اعمل عملية لو انا دايق من الريحة علشان لما اعمل العملية بتتقل الموضوع ده بنسبة كبيرة جدا العملية دي تاريخ عميلها او تاريخ عمل العملية مهم جدا لو انا عملت العملية قبل البنوخ لو انا مش بريدر ومش عاوز من القط بتاع اي جوازات او اي بيبيهات زغيرة يبقى ده بافضل عملها بدل جدا بعد ستة شهور علشان اقلل نسبة الهرمون وقلل العادة اللي هو يعمل لي رش طب لو عملتها بعد كده فعمر كبير اه ينفع تتعامل في اي عمر لكن في بعض احيان بتتعامل العملية وبيجيب نتائج بالنسبة قليلة شوية يعني نقدر نقول ايه نسبة سبعين في المية هيبطل والتلاتين في المية بتحول من اللي هو كان بيرش عشان يعلم المكان الى عادة عادة يعني ايه هو تعود يعمل يفرض سيطرته على صاحب البيت او صاحبه بيقول له انا هنا وانا هعمل في مزاجي في اي مكان يعجبني التواليت اللي انا عاوز اعمله لانه وبيبقى دي بقى بيتحول السلوك والسلوك ده بيبقى مرتبط بعدة اشياء من ضمنها مسلا على سبيل المسال للحصر التواليت او البوكسلتر بتاعه بيبقى مبلول كتير مش ناشف على طول فبيبتدي يعمل التواليت برا البوكسلتر بتاعه وبيبقى دي ممكن بعض الحالات يعمل برا محالة تانية يكون من ضمن شيء معين هي بتدي يعمل لي تواليت برا المكان اللي هو متعود يعمل عليه وفي الحالة دي افضل حاجة تبقى العملية طيب نيجي نقول للنتاية بنعمل عملية لها ليه النتاية برضو نفس المشكلة بس ما بيبقاش عملية الرشي فيها بس بتبقى عملية النو نوة بالذات في في اوقات الفجر ساعات الفجر مع الفجر كده تقعد تناو نوتا غير نبرد صوتها احنا فيه ناس يقول لك بتاعوي فيه ناس بتقول لك بتغير صوتها لدرجة بتزعجني وانا نايم وعاوز اخلص من الصوت ده فممكن العملية فيه حعن ممكن تتاخد وفيه قراس ممكن تتاخد بس الحعن والقراس يا جماعة لازم نعرف اللي ده هرمون ولازم لما نقول كلمة هرمون لازم نقول اللي ده لازم ناخده باحتياط ولازم ناخده بحضر وانا بقول لأي حد جعاوز يستعمله يا جماعة لو هتديه على طول خطر علشان ممكن يكون صرص يعمل لي او رام في القط بتاعي يبقى لا بيسموه كارسينوجينيك فانا لازم اخد بالي واعمل حضر لو انا هعمله على طول بصفة منتظمة اما لو انا هدي مرة بس وخلاتي اتجوز او هدي مرة بس وبعد كده اعمل عملية نعمش هيبقى فيها مشكلة لكن الاستمرارية في الحاجة اللي زي كده انا ما مفضلهاش كدكتور علشان بدل بالقول ده هرمون ممكن يعمل سرطان او ممكن ما يعملش سرطان بس لازم انا كاولر اكون عارف الموضوع علشان ما اقزيش القط بتاعي وانا فاعمل لده نعمله حاجة كويسة فبالفتر في الوقت ده طبعا وانا مش عاوزه يخلف فبقال باعمله العملية طبعا انا ماء ولا ماء عامل العملية لان انا باتكلم بقول ايه انا كدكتور لاجه دا افرد عندي حالة مثلا صديد في الرحم والحالة دي مش عايزة مش تتسجيب للعلاج في الوقت دا لازم اعمل عملية افرد عندي مشكلة في الخصية والخصية دي مش رادة تسجيب للعلاج في الوقت دا لازم اعمل عملية افرد عندي اوراب في الوقت دا لازم اعمل عملية فالعملية كدكتور بيبقالها حاجة استينشيال لازم اقول انا هعمل عملية فيها اما كمربي انا ما اقدرش هتدخل في موضوع العملية هقدر اعملها او ما اعملهاش. ده بالنسبة الشق اللي يخص القطط. احنا اتكلمنا دلوقتي في الحلقة دي عن تعقيم القطط بنوعيها ذكر او انثى. الحلقة الجاية هنتكلم في تعقيم الكلاب. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة